المزوط الإيراني اللي دخل على لبنان لحد هلأ لم يؤدي إلى أهدافها تسعى المستوى المعيشي إنما تحول إلى عامل داخل في الصراع الانتخابي بالانتخابات النيابية المقبلة بعد سبعين تقريباً من دخول المزوط الإيراني للأسواء اللبنانية وبعيداً عن المعركة السياسية الأقليمية أو الدولية لين خاضت والرسائل التي وجهت عبر هذا المزوط وعبر أدخال القوافل وغيرها وهي أعتقد أنها رسائل ليست إيجابية بل رسائل سيئة جداً عبر هدم الحدود بين الدول وأدخال المحروقات عبر المنافذ الغير شرعية وغيرها بالمهم تنوصل على الداخل لحد هذا المزوط لم يؤتي بسماره لا اقتصادياً ولا معيشياً وأثبت أنه أصبح مادة ضمن السجال الانتخابي اللي جاي على لبنان وهي صارت المزوط الانتخابي بامتياز اللي بتابع التطورات واللي بيشوف شو عم بيصير بالمناطق والقرى بيأكد أنه صار هيدا المزوط هو عامل انتخابي بيلعب لصالح هيدا المرشح أو ضده لصالح هيدا جهة أو ضده نجح حزب الله بالدخول إلى عدة مناطق خارج عن بيئته السياسية عبر هيدا المزوط بالفعل نجح بالوصول إلى عكار وإلى مناطق في زحلة والبقاع وغيرها هي خارجي كليا عن بيئته السياسية عبر هيدا المزوط وأصبح هيدا المزوط أيضا من العوامل الأساسية اللي راح تأثر بالانتخابات المقبلة هلا من الجهة الثانية لاحظنا أنه زاد من الشرخ بين المناطق زاد من الشرخ بين القرى اللي بتابع بيعرف الإشكالات اللي عم بتصير بالقرى بينها متقبل لهذا المزوط ورافض له بعدة بلديات صار فيها مشاكل كتير كبيرة بذكر منها على سبيل المثال بلدية الفرزل بذكر منها ما صار مع الأخت بباسكال بدار جبولة بالبقاع وغيرها وما يجري حاليا على مستوى كهرباء زحلة بجهات عديدة رفضت تلقي المزوط وبالتالي أصبح رئيس كهرباء زحلة أسعد نكد من المحسوبين على حزب الله وبالتالي هناك من سيحاسبه انتخابيا ومنوصل بعد هذه الجوجة اللي كلها سوا أنه بالأداء الاقتصادي لا قادر يسكر حاجة السوق لازالت على مستوى المزوط السوق السوق السوداء مستمر وبكسافة التعاطي لحد هلأ كتير بطيء وفينا نقول على مستوى سياسي مدروس وانتخابي مدروس لم تحل أي مشكلة من المشاكل وأعتقد ما هو قادم أيضا سيكون مثل زهب ما رح يكون فيه ولا أي مشكلة فإذا نحن هلأ صرنا قدام منافس تجاري بالسوق اللبنانية ومنافس انتخابي بالسوق السياسي اشتركوا في القناة